اشتركوا في القناة فيطمئن قلبه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا فوحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك لأن الشرك أعظم الظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من الذي جعل لهم الأمن؟ إنه الله ومن أمنه الله من الذي يخيفه؟ يأمن القلب ويطمئن ويرتاح ويسعد بتحقيق التوحيد فما حقق السعادة عبد بمثل التوحيد إن السعادة في العمل الصالح مع توحيد خالص من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا والعمل الصالح هو الذي يتحقق فيه شرطان الإخلاص لله فلا تراد به دنيا ولا رياء فيه ولا سمعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون بدعة من عمل صالحا هل هو خاص بالرجال لا من ذكر أو أنثى ولكن بشرط وهو مؤمن أي موحد فلا نحيينه حياة طيبة الله جعل جزاء ذلك أن تكون حياته طيبة ومن طيب الله حياته من الذي يكدرها من الذي يستطيع أن يكدر حياة طيبها الله سبحانه وتعالى إن السعادة في تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فله المخارج من المضايق كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما من كل ضيق في الدنيا والآخرة له المخارج من المضايق ويرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب فيأتيه الرزق الطيب فيكون في سعادة وطمأنينة قلب هذه السعادة الحقيقية وهذه هي جنة الدنيا وهذه حلاوة الدنيا وهذه هي لذة الدنيا لمن حققها الله أكبر يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما فقال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة الله أكبر الذي يحقق التوحيد ويعمل العمل الصالح ويجعل الآخرة نيته الله عز وجل يجمع عليه أمره فيطمئن قلبه في الدنيا ويجعل غناه في قلبه فهو يحس أنه غني ويرتاح وأتته الدنيا وهي راغمة لن يحرم الدنيا لأن الرزق مكتوب للإنسان لن ينقص ولن يزيد ولكن تحله البركة بالطاعة والخير